السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين طبعا اليوم رح نتحدث عن ميزة رهيبة جدا في جوجل أنا استفدت منها واستخدرتها صراحة طبعا الميزة هاي ندخل على الرابط هذا جوجل ألرنت طبعا تفيدك فيما لو كنت تبحث عن موضوع معين كل يوم على جوجل أو بشكل مستمر فتستطيع هنا أن تضع مثلا أي كلمة أو موضوع أنت تبحث عنه مثلا نكتب هنا الكلمة أو الموضوع الذي نبحث عن مواضيع متعلقة به مثلا الرياض فأي موضوع ينزل على جوجل أي موضوع ينزل جديد يكتبه أي شخص يكتبه حول العالم فيه كلمة الرياض سوف يصلك إيميل بهذا الموضوع طبعا تستطيع بالضغط هنا على المزيد من الخيارات أن تختار اللغة طبعا أن تختار هنا أول خيار هو أن تختار مثلا فور نزول الموضوع يصلك إيميل أو تختار مثلا إيميل واحد في اليوم تصلك فيه كل المواضيع أو في إيميل واحد في الأسبوع آخر خيار طبعا إذا كنت مهتم جدا في الموضوع تستطيع أن تختار أول خيار أول ما ينزل أي موضوع على جوجل فيه الكلمة هذه الذي وضعتها هنا في البحث سيصلك إيميل على آآ على إيميلك طبعا الخيار الثاني هو طبعا تستطيع أن تختار فقط الأخبار أو البلوغات أو الويب أو الفيديوات أو جميع بشكل أوتوماتيكي جميع ما هناك الخيار الثالث تختار اللغة طبعا نختار طبعا هنا أي منطقة الخيار هذا نتركها كما هي طبعا هنا فقط النتائج المهمة أو تستطيع أن تختار كل النتائج أو تتركها كما هي طبعا هنا تختار الإيميل الذي تريد أن تصلك إليه التنبيهات ثم تضغط على كرييت اللانت أنشئ تنبيه طبعا الآن يقوم كما تلاحظون أنشأ لنا تنبيه الآن أي آآ موضوع ينزل على في محرك البحث جوجل فيه كلمة الرياض سوف يصلني إيميل بهذا الموضوع طبعا تستطيع إضافة ما تشاء من التنبيهات هنا تستطيع مثلا آآ أي موضوع أو مرض تتابعه أو كذا مثلا سنكتب هنا مرض السكري أو علاج مرض السكري ثم نضع تنبيه بهذا الشكل طبعا الآن أي موضوع جديد ينزل عن هذا المرض نستطيع بالضغط على القلم هذا التعديل لاختيار اللغة مثلا هنا Arabic ثم نضغط على Update كما تلاحظون الآن أي موضوع ينزل عن آآ هذا الموضوع مرض السكري سوف يصلنا إيميل وأي موضوع أيضا في كلمة الرياض طبعا تستطيع وضع رابة توقعك تستطيع وضع اسمك يعني أي موضوع ينزل فيه اسمك على النات في محرك البحث جوجل رأسا يصل لك إيميل على الإيميل التي اخترته طبعا هنا في الأسفل هو يضع لك خيارات مثلا كلمة أمازون تستطيع بالضغط على الزاد أن تضيفها إلى التنبيهات مايكروسوفت نايك عفوا يضع لك خيارات طبعا الآن أنا واضع أربع تنبيهات هذه المواضيع أي منها ينزل على محرك البحث جوجل أي شخص يكتبه في حول العالم سوف يصلني تنبيه على إيميلي طبعا لحذف هذه التنبيهات تستطيع الضغط على سلات المهملات هذه تحذف التنبيه الذي تريده طبعا هذا كل شيء بالنسبة للشرح تمنى أن تكونوا قد استفدتم وأهلا أهلا بكم